الهرولات وراء مشاريع الإرهاب وإهمال مصالح الشعب جعل الأزمات تتفاقم في الداخل الإيراني وأصابت القطاع الصحي في مقتل حتى فتك وباء كورونا بالمسؤولين قبل عامة الشعب فإذا كان هذا هو حال المسؤولين مع كورونا فكيف سيكون حال السجنة منظمة العفو الدولية اتهمت وزارة الصحة الإيرانية بتجاهل نقص خطير في معدات الحماية والمعقمات في السجون مدينة اكتظاض السجون وسوء التهوية ولا مبالاة بحياة هؤلاء المعتقلين وبحسب منظمة العفو فإن الصحة الإيرانية غضت الطرف عن طلبات عاجلة قدمها المسؤولون عن السجون لتوفير اللوازم الطبية لتفادي تفشي كارثة الوباء الذي فتك بالسجناء وضاعف معاناتهم تجاهل طلبات مسؤولي السجون يكشف بشكل فاضح الفشل الكبير في إدارة النظام الإيراني لهذه الأزمة واتباع سبل احتوائها ما جعل إيران البؤرة الأولى لوباء كورونا في الشرق الأوسط بالنسبة لأعداد المصابين وارتفاع معدل الوفيات ومنذ الأشهر الأولى لانتشار كورونا توفي مئات السجناء وهذا بحسب المعلن فكم ستكون الأعداد الحقيقية في بلد يتبع نظامه التستر على كل شيء ويلاحق من يفتح مساوئه طريقة التعاطي مع ملف كورونا ستضع إيران في وجه أي عاصفة وبائية قادمة من هذا النوع وستحولها إلى جغرافيا مقلقة لجيرانها تستوجب العزل والقطيعة طالما أن نظامها أضاف إلى شروره نشر الوباء فضلا عن نشر الإرهاب والفوضى